موسيقى 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 تن شويو أنا ما عنديش المعارف بزاف تن عرض على القور تاهم ما كيجوا يأكلوا معانا تن عرض عليهم نهار للي تحنا كنديرو كجيت كلهم ما جنشفوا طقصنا تقاليدنا معظموا هذك شي جابهم للمغرب أنا كيتبعوني يجوا للمغرب وكين الولد اللي جاك شي أعائلة جاك قلات عدنا كسكسو وحضرات معانا في العيد الكبير وولدها بغا يجي معانا للمغرب حنا تنخدموا التلفازة مغربية وكينشفوا ذاك الشي وكان واحد القاوري الشاف ديك الخطبة ديك اللي بالفرنسي أخبار وقال لينا بانو ما يمكنش قلنا لي علاش ما يمكن قال لينا هذي قاورية وقلنا لي لا هذيك راها مغربية هذيك شنو اسميتها راها مغربية ومن بعد بقام معانا تلعشية عودتاني بدأت هذيك اللي بس بليونية عودتاني جا نجيب زوبيلا قال ليك ميم كيش هذي س بليونية بحل ذاك الشي صحابي لابا المغرب الجوع ونوع وما كان يدار وما كان واذو من لي ولك يشوف عدنا تلفازة يجي داي مني يشوف تلفازة من لي ولك البرابول الحمدولله ولينا كنشوفوا القانات المغربية وذاك الشي تيقول لنا ما يمكنش فنقولوا لي اللي يمكن هذراه المغرب هذي راها كازها هذراه باقا هذي هذي بزيان إذا انتما صفراء دي المغرب أنتما بغيت ولا كرتون انتما صفراء دي المغرب أنتما كتبينوا سطولة دي المغرب المكلة دي المغرب الأخلاق دي المغرب واجبناش حال دي الناس إذا انتما كنتجيبوا السياح سياحة للمغرب جبناك 자ف دي الناس مراكش خميسات في زعير في الشاوية في العربية يبسوا الحمير ويرنقوهم ويركبوا في الكروسة عرفتي كانت واحدة دورية ويبنتها حبسات عيد العام ابن سليمان قاتل حبسي الكروسة حبسها غادي هو هادك السيد غادي بالعود ديال وكروسة فيها غادي الحديد فيها غادي الحديد الشي بني قال لك بغت تركب فيها حبسة قلت لي الله يخليك هاد السيدة بناتا بغوا يركبوا هنا احنا كنا غادي الحمام غادي أتيها بالسطلة وكل شي تعيشوا في الطقص ديالكم حمام ديالنا مغريبي هي ذوقك تموت على المغريب نعم لئة أخيرة كبيرة شكرا نشاهدنا القصة ديالك كبيرة نكمل معك القصة ديالك شحال من العام دباعشتي في الخارج من 73 تال 2014 قلتين يا تسانوات كلها عشتا جو الشي تما والتي تما جو الشي تما والتججولات ايو دياليا دباع الحياة تما التقاليد والعادتها هما مغربين وكل عقلية وشبقات مغربية ولا عقلية فرصانية مغربية دائما عقبنا هنا لما شير عقلكم هنا عقليتكم ثلوكاتكم كمغاربة ايه مغربين انا ربي تولادي مغاربة والذي ما كانوش قاعي عرفوا العربية وبقينا كانسان سمعهم وتعلموا العربية والولد ديالي التاني ما كيعرفش يقرأ القرآن فاسمته في الصالة كان قول لي شوف ايو لا ما عرفتيش طلب غير الله طلب الله طلب الله هذك شي اللي بيتي طلب الله وليش ما كيعرفش ما قرأتيش معلمتيش من الول مثلا القرآن انا كنا ساكنين في حد البلاسة ما كانش ديك الساعة كان سيدنا كيسافت تيسافت دوك معلمين اللي كيقرروا العربية ايه ولكن احنا كنا في حد البلاسة مبغتي ريمي ما كانش فيه دراري بزار باش يجيبوا هذا دوك أولادنا وكان المدرسة وانحنا كنا الخدمة اه وولادنا في المدرسة وكان جيو حنا تلت شهور ربعا شهور المغرب وانجيو وكان مشيو العربية كان مشيو سيدة بطاش مشيو الشاوية نمشيو العربية دي الخميسة نمشيو لمدينة نمشيو لدي او لشيو وير طرات لها شي حاجة كان جرم قوليو ماجيو يشوفو ديروا بالكم المدرسة الدار اذا تربيا بحل قاسيو في المغرب تربيا كان قوليو انا اللي ولدتكم ماشي انتم اللي ولدتوني دركها هدي فرنسا مايكميو مايشربو مايتصاحبو مع ذوك الولاد مايزيان ايش كاييني الليولاد كاييني اللي كيديرو هاي للا برا وحرقوا الطموبيلات وذك شي إحنا أولادنا ماشي من ذاكش والحمد لله ونصار النيت كيش كورونا إذا أنت ولدتك أعطيت وصورة على المغاربة ولا التربية المغاربة ولا التربية الإسلامية ولا بزافة الحاجات أنا واحد المرة وقف عليه واحد قاوري قال لي قال لي قال لي أنت منين قلت لي أنا مغربية قال لي يلا ما أنتش مغربية قلت لي علاش قلت لي علاش قال لي حت لابسة أسميته صباط ولابسة استروال ولابسة قلت لي أنا حت كان أخدم لعلو أنا نمشي أنا ما يخلونيش ندير الزيف تماما ولكن أنا في ضارير أنا مغربية وأنا واقفة أنا مغربية قال لي يا أولادكم ما كنتشوفهمش قلت لي أولادي كيمشون نظراسة ويجيوا ما كيوقفوا الله في الباب ما كيوقفوا تحاجة قال لي عمرني ما شتل حل دوك الأولاد نعم محافظة على وليداتك على التمغربي أيضا نمشتي في المجتمع الفرنسي وخدمتي وكبرتي وليداتك وصالحين والحمد لله أولاد فرنسا ماشي بحل فرنسا دي البكري فرنسا دي البكري كان ما كتلقيش لحم الحلال الناس يمشوا الفيرما يدبحوا probably ولا يمشوا أجمعه يدبحوا او حولي يوزعوا ذلك الشي ولكن أبطا برثارة أمود كالسوق مغريبي كتلقى كل شي اللي عدنا بعدكم تمام أو الناس يأتي للسوق ويأتي لشاي ويأتي لحمل ويأتي لحرشة هل تربط دورة في شارع؟ نعم ويأتي في نسكنة حدايا المرشي حدايا السوق كنت سمع من الشرجم يقولون أنه دو كيلو طومات نعم واخر شكرا لك الكبيرة موندي بها هدرت على التقافة بشكل عام زيما للسلوك والعقلية واللغة والكل شيء إذا السيدة ممكن تكون تسوق الصورة دي الأسراء المغربية لبرة شو تتعليق على هذا المجهود اللي دارت هذه السيدة؟ بالفعل هو ربما الحاجة اللي ما كيدركوهاش أخواننا المهاجرين وأن من اللي كتبشي وكتعيش مع واحد في واحد المشامعة اللي هو أغريب أرى الناس كيكونوا الصورة على البلد دينا من خلال كنتا وبتالي أنت بلا ما تكون باغي هذا القضية كالقراسك في واحد دور دي السفير ما تفضلتي بالقول كالقراسك سفير دي التقافة ديلك دي المشامعة ديلك لأنه ما يشي هدوك الناس كلهم اللي هتطلقهم واحد النار غادي قدروا يجيوا للمغرب ممكن كتر من النص يوم ما أمرهم غادي جي المغرب هو الصورة اللي غادي كونا على المغرب غادي كوناها من خلال كنتا في تعامولك في أخلاقك في قيامك واحد العدد دي الأشياء والغربيين عموماً وما كيهمهمش اختلاف وما كي يمشيوا معاك وما كي يتحافظ على العادات والتقاليد ديلك ولكن كتبقى القيم قيم دي الصدق قيم دي التعامل قيم دي الإخلاص في العمال إلى غير دي تماماً كي ياخدوه وما يلا وأنا كنت أعتقد بأن المغربة عندهم هذه القدرة دينا عن ديماج كيفاش في نفس الوقت كي يحافظوا على العادة والتقاليد ديرهم وفي نفس الوقت كي يندمجوا مثلا في الحالة دي البلجيكرة كينا واحد غير دي بغاوة معروفة إلي دخلتي لها فوالا كي يجيب لك الله بأنك ركف المغرب فيها كل شي يعني الكلام اللي كي البضاعات اللي كتبع كل شي في سوق مغربي في سوق مغربي مثلاً بروكسل ما يحش بالغربة لأنه في قلب بروكسل كله عمر بالمغربة والمغربة اللي مشاهوا بالسبعينيات إلى غير دي وعندهم صورة مزيانة ومندمجين في نفس الوقت كي يحافظوا على العادة والتقاليد ديرهم وتم غربي ديرهم ولكن في نفس الوقت هم مندمجين داخل مشكلة للجيكرة